موسيقى 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 أخي الحبيب حاولت الملكة الحوثية والمخلص طالح موسيقى 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 إلا أنها منيت بانتشار كبير منتجار موسيقى 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 أيضا كان هناك الجنود الذي يطلب خبارات الكواليس وهم المتفعية والسلاح المتواصل والسقي والذي كان له الأثر كبير في صد العدوان وتفعقر هذه الميليشيات الميليشيات لها أكثر من عشر أيام تحاول التقدم باتجاه مواقع المقاومة في جميع خطوط ثمات في الجبهة الغربية اتجاه مه الليوة 35 والشارع 30 والسقي المركزي وعقابة نعم وأيضا في مناطق الجبهة الغربية فيما يخص نحور الضباب والذي أيضا كان هناك فضل كبير لهذه الميليشيات الميليشيات تحاول الآن فرط الحصار من جديد من خلال السيطرة على الدول المتبقي من خط الضباب لكن أيضا كيف هو التنسيق بينكم في نعم لكن كيف هو التنسيق بينكم في الجبهة الغربية وجبهة الضباب مع قوات الجيش الوطني لصد مثل هذه الهجمات نحن ننسق على مدار اللحظة بيننا وبين القيادة هناك خاصة وأن هناك القيادة الرئيسية للجيش الوطني مثلتا بالإخوة قائد المحمر والاخرين عبن الحمادي والشمتاني نعم قائد اللواء 13 واللواء 35 ولديهم أيضا دور إيجادي هناك في هذا الجيش نشف على يديهم في الكثير من المهام الصعبة عليهم في جيش المناطق خاصة وأن العدو عزز بأكثر من حليات كثيرة وأيضا من أفضل كثور خاصة من اللواء الثاني من حبث هذه كان في حديدة أو من حك لكن حاليا مع محاولة أيضا الحوثيين وقوات علي عبدالله صالح استعادة المواقع التي خسروها في معاركهم يعني في المعارك التي اندلعت في الأيام الماضية هل هم في طريقهم فعلا من خلال الأسلحة الثقيلة التي لديهم أن يساعدوا مواقع أكثر إذا لم يصل الدعم إلى المقاومة الشعبية خلال الأيام القليلة القادمة لا شك نحن طرحنا أمام القيادة الشرعية والمؤسسة من الرئيس الدمورية ونائب الرئيس الدمورية والنائب القادر على القوات المسلحة حروفها لا تحتاج إلى تعز من تعزيجات من الآلية العسكرية وغيرها هذه كلها مهمة هنا منحافظة منحافظة كبيرة جدا وقبهاتها كبيرة جدا والميليشيات دافت منذ عشر أشهر بالإمداد العسكري من العتاد والأفراد تعز بحاجة إلى أمر كثيرة جدا في هذا القانب بحاجة إلى تجهيز نواع أو نواعين بكامل عتادهم العسكري للمشاركة في تحرير كل مناطر خائر لكن إذن كانت هناك تصريحات من قيادات في الجيش الوطني وإذن من الشرعية حول وجود أو ربما خلال أيام القادمة سيكون هناك دعم عسكري كبير للمقاومة والجيش الوطني في مدينة تعز هل وصلتكم حتى الآن أي امدادات عسكرية نحن نتمنى أن تتحول هذه الوعود إلى قانب عملي هناك بعض الإمدادات البسيطة جدا ستتلخص في بعض الأمور ولكنها لا تتأكيد بالغرض المناصبية نحن بحاجة كبيرة جدا مترمية الأطلاق لديها 23 مدينة نعم تتلخص في أغلب المناطق الحدودية لمدينة وهذا مهم نعم معنى ذلك أن هناك دعم لكن ليس بذلك الكامل الذي تحتاجمه أجي إلى شك أن الأمور تحتاج إلى كثير من التلهيجات هذه العصابة تقتفى المدينة وتقتفى المناطق الأسلحة المتواجدة مع المقاومة والجيش الوطني أسلحة متواجدة مقارنة لذا تمتلك مسبعهم يمتلك أسلحة المدينة تنتلك رشاش متوسطة المدينة ونتلكم محافة على الرشاشات تأكيد نعم إذن سيد عبدو كانت هناك وسائل إعلام تابعة للإنقلاب تتحدث عن وجود خلافات بينكم وبين الجيش الوطني كانت وراء التراجع الأخير لكم في جبهات القتال هل من الممكن أن تفندوا مثل هذه المزاعم والله الحبيب الإعلام يقول ما يحب هذا من خطوطية الإعلام يقول ما يحب لكن ما نراه على الواقع وما نساهده من المسوط نعم للجيش الوطني مبساة عند قائد المشهر وقائدين لوصل 12 و 35 لتواصل مباشر تواصل مع العمليات مباشرة هذا التنسيق عن المتواصل اليومي المهم جدا نحن نتواصل على مستوى اللحظة وبالتالي نحن نتواصل نظر لا تكلم نحن نتواصل نظر في رؤى و نحن نتواصل ما يهم المفتحة الوطنية والمفتحة الوطنية ننتزم في توجيه في هذا المقام ننتزم في توجيه في هذا المحمر ننتزم في كل ما يمكن عن نحق نجاح المقام في الوطني على سعيد أيضا التحالف العربي هل تساعدكم أيضا قوات التحالف من خلال قصف جوي على تمركز الحوثيين وصد هجومهم عليكم في الجبل الغربية نحن نقدم الشقر القزيز للسقور القو في القوات الجوية في دول التحالف مفتحة الوطنية ودورة الإمارات والذي لهم أثر إيجابي خلال أيام الماضية نفعوا غربات موبيع العدو وقوة التعليجات كبيرة جدا ثم مراس كثير من الأطفال العديد والمخازن هذه إيجابيات والطائرات الآن على مدى الساعة وهي تحوم حول ثمان المحفظة وتراقب أرض تعمل على إيقاف من كبير من تمدد هذه الفيليجيات نعم وإيضا جويا تحدثت بعض الأنباع عن وجود مقاتلات أباتشي تابعة للتحالف العربي شاركت بشكل مكثف في قصف والسهداف تجمعات لميليشي الحوثين في مناطق الربيعي ومفرق شرعب وجبأ الهان هل هذه معلومات صحيحة؟ معلومات صحيحة دخلت في إطار العملية حول المدينة أو في الجفهة الغربية منذ ذات فائرة الأباتشي وبدأت منذ فجر اليوم تدخط هذه الميليشيات ومجالة الأجوال يعني سيلا الطيارات الأباتشي أكثر منهم أهي متواصلة أحي متواصلة أكثر الجانب نعم وهم على سيدها لاستعداء التنزيل كل الطلعات المطلعين منهم كأي وقت وهي لحظة إذن أشكرك جزيل أشكر قائد الجبهة الغربية لمقاومة تعز عبدو حمود صغير كنت ضيفنا في هذا المحور أو هذا الموضوع من هذه الحلقة مشاهدين قبل أن نخذ أيضا في المحور الثالث من هذه الحلقة دعونا نذهب في فاصل قصير وبعدها نعود ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر